ترجمة نانسي قنقر 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 هل أنتم قمت بالعمل؟ أنا هايد ياعقوب أحب الموسيقى جداً، وأدرسها، وأحب أن أغني، وأغني في كرال من أكبر الكرالات في مصر يعني نفسي قوي أوفق من كل الحاجات دي وأنجح فيها، لكن عندي مشكلة صغيرة ترجمة نانسي قليلاً من خمستاشر سنة كان يأتي لي مغص هنا في الحتة دي قوي، ونغزت في القلب كثير جداً، وصداع وضوخة فطبعاً يجب أن نرى دكتور، فرحنا نطلب إشعة مرآي، صبغة، الحمد لله، أنا كنت هندسة طبية فكل ما درسته تطبق علي الحمد لله، وفي الآخر نتائج جميلة جداً وسليمة، ويعني بني آدم مئة في المئة سليم ماذا؟ لا، لا، لا لديك شيء حد ما دكتور شاطر جداً قال لي هو أنت عندك شيء مرض خبيث وهو نسبة الشفاء منه تقريباً ضئيلة جداً وساعات يؤدي للموت فقلت له ماذا؟ فمتحيالي أنتو كلكم يعني ماذا؟ مين جف باله سرطان؟ هو بالضبط كده، أنتو كده، أنتو كده، ليس هذا الاكتئاب في الحقيقة هذا الاكتئاب يصيب واحد في كل أربعة يعني حضراتكم كده كل أربعة قاعدين فيهم واحد عنده اكتئاب أنا قررت أدرس الموضوع ده في يوم كانت حالتي النفسية مش حلوة خالص وهو الاكتئاب عمتاً يعني مش مفهوم قوي يعني ما تيجي تشرحه لحد هو مش فهمه يعني لا اللي مش عندهم فهمينه ولا اللي مرضى بيفهمينه يعني صعب قوي تشرح لحد يعني ايه حد انت بتحبه جداً ونفسك تتكلم معاه ونفسك تشوفه وتليفونك بيرين هو بيكلمك وانت مش قادر ترد عليه يعني انبسس على تليفون كده قلبه على وشه مش قادر ترد لحد ما الحد ده بيبطل يكلمك يعني لانه خلاص يقس منك وهلوم مجار يعني ازاي تشرح لحد ان انت في مناسبة وفرحانين والعيلة وحاجة حلوة جداً وفجأة بيجيلك كده تنميل مشاعر وكأنك بتتفرج على الناس من ورق زاز انا مرة كنت في فرح بجد وكنت مبسوطة جداً وفجأة جاتلي الحالة دي بجد بقيت مكسوفة يفتكروني كنت بحب الرجل العريس اللي بيتجاوز ده فكسفت وخرجت منظري بتاديت احزان وانا قاعدة في فرح فسعب انك تشرح قوي الدنيا دي عاملة زي بيجيلك أبسط الحاجات بتبقى مكسوفة ان انا قوم من السرير الصبح ستبقى حاجة صعبة جداً ان انا جاهز بنتي للمدرسة ان انا عمل الغدا فطبعاً الاكتئاب احساس كده زنب على طول وطبعاً الحاجات دي بتزود الزنب فانت على طول عملت لف في دايرة انا مش كويس انا مش عارف عامل ابسط الحاجات كبني ادم طبيعي حد ففي يوم كانت حالتي فيه مش احلى حاجة وكنت حاسة بقى انه لا كده دات ست ولسخرية القدر اعرفت برضو ان في حوالي ثلاثة اربعة كده انتحروا الاسبوع اللي فات فحسيت يا رب هي دي ميسج دي ولا ايه انا بقول حالتي مش كويسة وطبعتني ميسج زريفة فقلت لا انا مش هستنى ما حصلهم نصة صغنانة كده وعندي حاجات كتير نفسي عملها وانا محبة للحياة وبيضوية اللي عنده اكتئاب الناس تفتكر انه على طول قاعد مش طايق نفسه وبيعيط ولو راجل مطول دقنه اللي عندهم اكتئاب شخصيات منفتحة جدا محبة للحياة وعايزني كسروا الدنيا فقلت انا ادرس الموضوع على سبيل ادرس عدوك فقلت لقيت حاجة زريفة جدا اعرفين الدوار الكهربائية اللي منكو درس هندسة يعني الدايرة المقفولة والدايرة المفتوحة لو الاشارة طلعت من البطارية بتلف وتنور اللمبة كما انتم شايفين جدا الاشارة الكهربائية لو طلعت من البطارية لانها مفتوحة اللمبة ما بتنورش بالزبط المخ في دوائر عصبية يعني هذا ليس تشبيه والمخ في دوائر عصبية في اشارة بتحصل في المخ الاشارة بتمشي في دوائر كهربائية بس بين كل دايرة ودايرة فيه حاجة اسمها تشابك عصبي اللي هو الشكل اللي زال عضمتين ده 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 اخر دايرة كهربائية والتانية بداية الدايرة التانية فيما بينهم حاجة اسمها تشابك عصبي او خلينا نتخيل يعني انه هي زي ميا ما بين جزرتين الاشارة بتمشي من واحدة الواحدة بحاجات كده اقول زي المراكب اسمها نقلات عصبية او الاسم الثاني المعروف احنا عارفينه الهورمونات اللي بيحصل في العقل اللي عنده اكتئاب انه الهورمونات دي او النقلات العصبية دي بتبقى فيها خلل عددها مش كفاية او فيها خلل انا وده الجزء العضوي من الاكتئاب اللي ما حدش بتكلم عنه خالص يعني الاهورمونات مش بس ليه جزء نفسي ليه كمان جزء عضوي طيب الهورمونات دي زي ايه ممكن تلاقي اسامي من اللي احنا عارفينها يعني فيه السيروتونين الدوبامين والنورادرينالين السيروتونين ده المسؤول عن المزاج الشهية الرغبة الجنسية النوم التفاعل الاجتماعي فكرة ان انا قادر اتفاعل مع الناس او لا الدوبامين ده هذا الدوبامين الجميل بتاع الادمان انا مضمنة كافي اهواز صبح لما اشربها بحس الدوبامين كده تفرز في جسمي وعارفة ان انا اعمل اي حاجة الدوبامين ده كمان على فكرة بيتفرز يعني انت ممكن تخضعه بيتفرز لما تعمل لنفسك اهداف صغيرة كده سهلة التحقيق على فكرة حتى اللعبة كوتشينا يعني فيها افضل العبها كتير اتلاقي كل ما بتكسب بالدوبامين بيتفرز النور الادرينالين بتاع التركيز الجميل ده اللي على طول عندي فيه مشكلة الحاجاتي عشان تتزبط محتاجة حاجة من بره الحاجة اللي من بره اللي بتاخد اقراس كده اسمها مضادات الاكتئاب او ولان الكلب عيب جدا وما يفعش نقولها في مجتمعنا الجميل ده فممكن نقول ميزان كيميائي يعني انا الدكتور كتب لي اتنين ميزان كيميائي اللي باخدهم كل يوم طيب فيه حاجات تانية بتساعد على تزبيط الهرمونات ده بما انها حاجة عضوية يعني حاجة ملموسة مش كل حاجة بقى اللي هو علاج نفسي وساشنز وكده لا ده حاجة عضوية ده ملموسة يعني ممكن برضه تتعامل بطريقة ملموسة وينسون تيرتشيل اللي هو كان رئيس وزارة انجلترا في وقت من الاوقات كان عنده اكتئاب وكان مسمي الاكتئاب ده الكلب الاسود طبعا انا بحب الكلاب جدا ودايقت جدا انه سماه بالحاجة دي بس لما شفت الكلب اللي هو بيقصده ادركت هو كان قصده ايه كلب كده كبير جدا مغطيته للوقت ماشي فوقيه تقريبا عمل زال حصان كبير كده الحاجات اللي انا اتعلمتها دي من من القراية ومن الدراسة خليتني مش شرط انه ستقتل الكلب هيا بس هتخليني احاولوا لكلب كيوت كده شواوا جميل مربوط كده بحاجة فيونكة بنكة حمراء معايا بردو مقتلتوش بس حاولتوا الحاجة كيوت كده ماشي تحت طوعي ليس شيء اللي ماشييني انا اللي ماشيها حاجات زي ايه بقى احنا قلنا ان المشكلة الخلال في الهورمونات والحاجات دي فيه حاجات بقى احنا ممكن نعملها تساعد الهورمونات دينات تفرز يعني كأننا بنكريك لها كده زي ايه زي الرياضة اللي بتزود السيروتونين في الجسم الرياضة تصبيت النوم نوم بدري صحيان بدري تصبيت الاكل زي سمك السلمون والارنبيت والسبانخ والفش اويل القراص دي اللي بتتبيع فيها اوميجا 3 فيه حاجات كتير بتزبط الدوبامين زي ايه قلنا الحاجات انه ناكل مثلا الحاجات اللي احنا بنحبها او زي مثلا القهوة نعمل اهداف صغيرة كده نقدر نحققها يعني ده وانا بلعب رياضة انا فرحانة جدا بنفسي في الصورة فبوريها في كل حتة هي دي فيها سلحكتين مع بعض فيها سيرتونين ودوبامين مع بعض سيرتونين عشان لعب الرياضة ودوبامين عشان عملت عضلات وبقيت عرافة العبداخت ووقف على ايد واحدة وكده فالدوبامين جي معاي ده ده اللي هو الحبل ده انا كنت بترعب يعني انا مستحيل اطلع حاجة زي دي ولما طلعت وانزلت بتشجيع صحابي طبعا الحمد الله كان عندي يعني طاق الدوبامين تهز العالم ده بردو ده انا بردو البادل تانس ده 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 في كزا حاجة في تعرض للشمس لانه تعرض للشمس بيزود فيتامين دي اللي هو جيم تقريبا وده بيزاع بيساعد على السيرتونين كمان في جزء حاجة اسمها الحاجات اللي بتزود قوي السيرتونين في الجسم حاجة اسمها طبعا اليوجا والستراتشين والمساج الحاجات دي كلها فعلا فيزيكلي مش بس هي بتريلاكس عشان انت بس بتبقى نايم هي مساجين يساعد على يعني يحفز السيرتونين في الجسم كمان فيه حاجة اسمها ودي حاجة ممتشر اول يومين دول وطلع موضة كده ان انت ازاي زي ما تقول كده تفستي دماغك يعني الدماغ انه لقوا انه المخ عمره ما بيبقى في حالة رست حتى وهو نايم الحاجة الوحيدة اللي بتخليه في حالة رست هو ان انت تركز على نفسك وهو داخل من منخيرك وطلع مش عارفة منين انك تركز في البحر او في لعبة معينة يعني ده موضوع يطول شرحه ده ورد انا بحب الورد جدا وكل ما اعمل برضو الدوبامين يزيد عندي هنا في يوم عرفت اولع الفحم الوحدي اعملت باربيكيو الوحدي كنت مبسوطة جدا 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 كنت مبسوطة جدا جدا اعملت باربيكيو الوحدي اعملت باربيكيو الوحدي مساندة الاصحاب لان للاسف الاكتئاب انا بشوف ان هو ابشع من السرطان لان السرطان بيخلي الناس حواليك بيكسبك تعطفهم يبقوا عايزين يعملوا لك اي حاجة الاكتئاب يعمل عكس كده هو بيبعد الناس دي عنك في امس الوقت اللي انت محتاجهم فيه لا تستطيع اطلومهم لان تقريبا انت اللي ذقتهم اصعب شيء في الاكتئاب ان دايما حلوا في مشكلته يعني ايه؟ يعني حلوا في انك تظبط النوم بس الاكتئاب بيعمل قرق حلوا في انك تظبط الاكل بس الاكتئاب بيعمل لغبطة شهية حلوا في انك تلعب رياضة بس انت اصلا مش قادر تقوم بالسرير لان الهرمون بتاع الحركة اللي هو الدوبامين فهي دوائر الدوائر دي محتاجة حاجة تكسرها من بره كده محتاجة قرار يعني هو بجد مريض الاكتئاب ما فيش اي حاجة في الكنترول بتاعه غير القرار حياته كلها ماشية اتجاه عكسي عارفين السلم الكهرباء ده اللي في المولاد كلها تخيلوا معي السلم الكهرباء ده نازل وفيه جنبيه سلم تاني رخام ثابت واتنين مطلوب منهم يطلعوا الدور التاني واحد حيطل على السلم الرخام وده البني ادم السليم والتاني حيطل على السلم الكهرباء اللي نازل مش اللي طالع اللي اتنين وصلوا مع بعض الدور التاني بس لكوا انت تخيلوا اللي طلع عكس التجاه العكسي ده عكس الاسكليتر ده شكله بعمل ازاي طلع بينهج وحيموت وحاسس انه قصر الدنيا بالأتشيف منت اللي هو عمله يجي بقى الثاني ابو سلم الرخام السابت ده قوله ايه 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 ما تسترجل كده ده دور اما لو قلتلك تطلع تلات اربعة دور هتعمل ايه يعني احضرتك هو دور بس انا ماشي عكسي انا حطيت اضعاف اضعاف القوة اللي انت عاملها عشان اوصل لنفس الدور اللي انت وصلت له هي فعلا حاجة تغيز ايه زي ما قلتلكوا انه الاكتئاب محتاج قرار يعني محتاج ان انت تقول انا هجري المارثن رغم ان رجلي متجبس هو بالزبط كده الناس دي كلها كان عندهم اكتئاب وينسون تيرشيل ابراام لينكن كان رئيس امريكا برينس هاري ده حفيد المالكة اليزابس ومع ذلك كان لسه بيقول انه عنده اكتئاب ويت نيوستن رابين ويليمز كوميديان بيت هوفن ايزاك نيوتن ايزاك نيوتن ايزاك نيوتن انا مش احسن حالة من الناس دي كلها يعني انا قررت ان انا اجي هنا واقول يا جماعة الاكتئاب ده مرض مش جنون عقلي الاكتئاب مرض وليه جزء عضوي لازم يتعالج انا مش عارفة لين الناس بتتكسف تتكلم ان عندها اكتئاب او بتتكسف اصلا تواجهه بيفضل يتفاقم يتفاقم لحد ما بيتحاول لوحش مشكلة بقى السود وبينهي حياتك انا يعني نفسي الناس كلها تعرف انه الاكتئاب ده مرض زي السكر بالزبط ما ينفعش تروح لمريده السكر تقول له ما تسترجل كده او انت يمكن محتاج تقرب من ربنا او على فكرة ده هو كله في دماغك لسكر ايه وبتاع ايه انت بس كده روح وقعد على البحر شوية والدنيا هتبقى تمام او انسولين ايه اللي انت بتاخده ده بجد حرام انت صعبان علي او انت بتاخد انسولين بجد انت حالتك بقت يعني زي الزفت لا يا جماعة الاكتئاب مرض مش حالة مزاجية المشكلة ان الكلمة نفسها فقدت معناها يعني انا مكتائب دي بتتقال لما اروح اصبغ شعري ويطلع لونه وزفت فاقول يا له انا جالك تقاب الكلمة فقدت معناها زي كلمة بالزبط بش مهندس اللي بتتقلق اي حد زي كلمة برنس يعني مرة كنت بقول لي واحدة ديكايت دي من عامة الشعب وجوزت برنس قلت ليه يعني اما انا جوزي برنس فحسيت اه طبعا ده ملك الكب ده برنس يعني برنس كلمة تدمرت خلاص ما بقاش ليها اي معنى كلمة الاكتئاب بقيت كده بالزبط فلما اقول لحد معلش اصلا انا طلعت معرفتش اركز قوي عشان انا عندي اكتئاب في حسنه كلنا متضايقين اليومين دول وحوال الجو وحوال البلد وكذا انا في منتهى البساطة يعني اي هوب ان انا ما كنتش طولت انا عندي اول مسج ان الاكتئاب ده مرض في جزء عضوي لازم يتعالج لازم يتواجه الاكتئاب مش عار الاكتئاب مش جنون عقلي الناس دي كلها كان عندها اكتئاب لو اي حد فينا عنده اكتئاب وما بيقولش هو مش احسن من الناس دي خالص الناس دي عظماء عملوا حاجات كتير جدا في العالم انا ما جيش واحد على مليون من اللي هم عملوه انا حلمي لما بنتي تجبر تحس انها فخورة ان كان ليها ام وقفت قدام قطر الاكتئاب ده ووجهته مش تحس ان هي خجولة ان عندها ام مريضة بالاكتئاب في مجتمع مريض بالازدوجية شكرا